السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا اصدقائي في فيديو جديد موضوع فيديو النهاردة هو حل مشكلة سخونة الهاتف والبطارية وتبريد الهاتف والبطارية ازاي نحل المشكلة دي ونتغلب عليها في طريق طين يا اصدقائي في طريقة يدوية وطريقة عن طريق تطبيق بتسهل عليك الموضوع والوقت لكن تعالوا نعرف اصباب السخونة اولا اصباب السخونة احد الاسباب الاتية واحد ان يكون الهاتف الخاص بك مخترق وبالتالي الاختراك بيكون شغال في الخلفية وبالتالي بتسبب في سخونة الهاتف لذلك انا هسيب لكم رابط فيه اسفل الفيديو بيحل المشكلة دي طيب الخطوة التانية او الاحتمال التاني ان بيكون في عدد كبير من التطبيقات شغال في الخلفية عندك وبالتالي بتسبب في سخونة الهاتف لان بيكون في كم مهول من التطبيقات شغال في الخلفية ازاي نتغلب على المشكلة دي في طريقة يدوية بايدنا كده بنعملها وفي طريقة عن طريق تطبيق بيحللنا كل المشاكل دي بدون ما ناخد وقت هذا التطبيق بنحمله نضغط عليه فتح نضغط على منح الازن بنعود للخلف وزي ما احنا يا اصدقائي شايفين ظهر لي ان حرارة الهاتف مية وعشرة نضغط على كلمة تبريد اللي في الوسط وظهر لنا يا اصدقائي كم التطبيقات اللي شغال فيه الخلفية زي ما احنا شايفين عدد كبير جدا فبنضغط على كلمة تبريد وهو هنا بيغلق التطبيقات آليا وبدون تدخل منك وده بيسهل علينا الوقت والمجهود كمان وهو سريع ممكن تطبق الخطوة كزا مرة في اليوم وزي ما احنا شايفين يا اصدقائي تم التبريد بنجاح يا رب يكون الشرح افادكم